بسم الله. في سيشن تو هنتكلم على او او بي انهيرتنس مثل اوبر رايدنج ابستركشن اللي هيكون جواها ابستركت كلاس وانترفيس. دي هيكون اول بارت في سيشن تو و سيبقى فيها ثري بارتز. طيب ان المفهوم الانهيرتنس سبب العربي هي الوراثة. يعني لو انا عندي اه ومن فاليها النام والايج والايدي بتاع ها. والمان برضو عنده النام والايج والايدي. لو جينا بصينا على كلاس بيبي اللي عنده النام والايج والايدي والتوي بتاعته والجير اللي عندها نيم والايدي والبست فند. كنت سبتلقى وبي اللي كنتكلمنا عنه ان هو فانا ما ينفعش يكون عندي نيم متكرر والايدي متكرر سنسل ان هما في نفس البروجيكت. فانا في حالة زي دي خلاص انا هشير كل المتكرر ده. بس جات هنا حصلت مشكلة وان هي وكلاس مان فاضين. فانا ما ينفعش يكون عندي كلاس فاضي. انا كده مش مش هقدر عمل بي حاجة. فممكن اشير دول وعوض عنهم بكلاس هو اللي يكون فيه النام والايج والايدي. بس كلاس بيبي وكلاس جيرل. ما فيهمش ولا نيم ولا ايج والايدي. فانا على الدياجرام بتاعي هشاور على بحيس ان هما يورسوا منه النام والايج والايدي. لو جينا هنا بصينا على الكلاس هيومن. كلاس هيومن جوا ايدي ونام وايج وجوا عادي السترز والجيترز بتوعه. بابلك اه جوا السترينج توي والسترز والجيترز بتوع الطوي. بس عشان بقى اقدر ان هو يبقى عنده الحاجات اللي جوا هيومن. فانا هستعدم كلمة اكستنز هيومن. بقى معنى كده انا هاوس اي حاجة من هيومن. طب تعالوا كده نجربها. لو جيت هنا فتحت النيت بينز. ندوس فايل. ندوس نكست. وايه هسميه هنا سيشن تو. هيبدأ يعمل بتاعي. التنم هو بقى جاهز. نفس اللي احنا مش عايزينها دي. طيب. دلوقتي احنا قلنا هيبقى عندنا هنا ايه? كلاس هيومن. وهعمل اتلك نيو نجربة كلاس. وهسميه هيومن. وبعدي هادوس فينش. كلاس هيومن زي الاكزامبل اللي عندنا كالليه الاي دي والنيم والايج. فالاي دي انا هخززنه في انتجر. والنيم في سترينج. والايج بانتجر تاني. المرة الفاتج كنا دايما بنوع من نكتبهم كلهم. بس اه احنا عشان صغير فحنا عندها تلاتة فحنا نقدر نكتب بتاعهم. بس هيبقى لو عندنا اكتر من اتريبيوت واكتر من فهيبقى الموضوع صعب شوية في احنا ممكن بس نعمل هنا عندي في المكان اللي انا واقف فيه. وهختار انسرت كود. فبيل لي هنا انت عايزت انسرت جيتر ولا ستر ولا الجيتر انت ستر. هنا عايزين سترز ان الجيترز. فانت بحتاج بقى هنا اي سترز جيتر للايج ولا الاي دي ولا النيم فلا انا بحتاج لكله اللي هو كله. وبعد كده هادوس جينيريت. فلا ايه هو هنا لوحده عمل لي سترز والجيترز. ما غير ما انا اه اكتب حرف. فبس حط كلمة ست. وبعد كده شاف اسم بتاعك. وبعد كده عادي بالبرامتر بتاعه وبيسيف وبعد كده بيبدأ ايه? خلاص كده عملنا كلاس يومن. كان عندنا ايه تاني كلاس بيبي اللي هو بيكستنز يومن. هنعمل عادي نجاب كلاس. وكلاس بيبي. وبعد ايه هادوس فينش. كلاس بيبي كان ليه توي بتاعته. نفديت بقى. وخلاص بقى واختار توي عادي اللي هي اصمة في شغلها في بيبي. فهيكتبها لي. طيب كده ده الواحده. وهيومن ده الواحده. يعني لو جيت هنا في بتاعتي. وعادي جيت عملت من كلاس بيبي. كتب بيبي وسمي بي وان ايكل صاحبنا. بيبي. هكتب هنا بي وان دوت ست. معندوش جرسة توي. مقدرش ان انا اسيف غرق الطوي. فلو جيت هنا في بيبي وزودت كلمة اكستنز يومن. الجادة كان يومن ده هو التاع بيبي. وهرجع هنا تاني للميم بتاعتي. مجرد ما اكتب بي وان دوت ست. دوس كنترول سبيس عشان يطلع اللي لست. اتضلت هنا ايج و اي دي ونيم وطوي. انا موك هعمل ست ايج مثلا. مو فايب. وعملت برضو بي وان دوت ست. تادي بير. تمام كده عادي كأنك عملت سيفينج. وخلاص بقى انا هعمل اا. عشان هبدأ بقى. اه عشان احنا اصلا اه ما هو فانا ما يفعش اخزينه في انتجر. يميل. الاج هو الانت. اكول بي وان دوت. جيت ايج. وساعتها هبرنت. اكتب اكتب هنا اس اوت وادو ستاب. وانا هكتب هنا توي. وعد اس اس اوت تانية. وايه هكتب جواها ال ال ايج. هتطلع لي هنا ايه. تدي بير. ويه فايف. طيب حلو.